كما تتبع المجتمع السولالي جلسات المكتب نعقاد الاجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ 21 ايان ايون نوفمبر 2020 والخاص بتدارس هذه المستجدات اللي عرفها تنزيل تطبيق المرسوم جوج 1773 وبالتالي كان المكتب التنفيذي اصدار بلغا في الموضوع في مقدمة مرسلة كل من وزير من رئيس الحكومة وكذلك وزير الداخلية في اطار مطالبتهم بعدم تطبيق الحرف لهذا المرسوم كما قمنا بحملات تحسيسية باتصالاتنا مع جميع الاحزاب المتلاف في البرلمان وكذلك مرسلة كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وذلك في طلب دعم موقف الهيئة الوطنية للجماعة السلالية الخاص بعدم تطبيق الحرفي واللغوي لهذا المرسوم اللي غادي يقصي مجموعة دي السلاليات والسلاليين اللي غدروا المنطقة من أجل لقمة العيش وفي مقدمتنا نقولها دائما الجالية المغربية التي تحضر باهتمام كبير من طرف جلالة ملك وكذلك مؤسسة الأمنية العسكريات تعليم صحة الكل الخاصة في عدة اللقاءات أزياد من 90% غير مقيمة بالتالي نحن كما نقوله الإقامة ليست إقامة فعلية أو دائمة وبالتالي يبقى الاجتهاد لسادة النواب الجديد في الموضوع وهو أن وزارة الداخلية رسلت كل المصالح الإقيمية للتذكير بضرورة الإصراع بتنزيل المذكرة 27-16 الخاصة بأعضاء الجامعة السولاليين وذلك نظرا لما ينتظر التنزيل أو الورش ديال جامعة السولاليين سواء تعلق الموضوع بالاستثمار سواء تعلق الموضوع بعمليات تملك سواء كذلك تعلق الموضوع بصرف التعويضات العائدات اللي كنتنتظرها مجموعة ديال جامعة السولالية وفي مقدمتها جامعة السولالية جامعة بنصمين بإقليم الفانون اللي كنتنتظر بدورها العائدات نتيجة عن تفويت عقار من أجل تجهيد مطار إفران فعلا مجموعة ديال الفرق البرلمانية مشكورة بدارت باتصال بنا وبشتسر حول هذا الموضوع وإن شاء الله مع بداية السنة ستكون لنا لقاءات مع مجموعة ديال الفرق البرلمانية وكذلك مع بعض المسؤولين المسؤولين على الأحزاب الوطنية كما قلت الممتلى في البرلمان وكل المنظمات والمتدخلة في الموضوع هناك تحسيس في صفوف الجميع وبالتالي الآن مدام أن الوزارة الداخلية سرعت بهذه المذكرة كما قلت التذكيرية فالآن الكرة عندنا كنواب وكنائبات أن نخصنا تحملوا مسؤولية وما يبقى يقول لنا رجالي القيد القيد يسلمك المذكرة لتحيين اللوائح وما يقول قيد فلان أو لا فلان أو لا يعطيك اللوائح ويقول هالمرسوم الجديد لصادق عليه البرلمان وهم القوانين الخاصة الجديدة 62 17 63 17 64 17 وبالتالي السلوطات توصلت الإقليمية توصلت بمراسلة من وزير الداخلية هي 27 16 وبدورها ترسلها السلوطات المحلية وتخبر الهيئات النيابية قمنا بجوالات ماراتونية في مختلف جهات المملكة سواء حضورية أو عن بعد ورغم هذا الوباء استطعنا أن تمكننا الحمد لله من وصول مجموعة الجماعات السلالية وفي مقدمات يمكن نحاول ننقيس الآن المؤسسات النيابية وفي هذا الموضوع الحمد لله مجموعة الجماعات السلالية التي توصلت معها خاصة السادة النواب والنائبات عبروا على ضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية والابتعاد عن منطق الإقصاء والانتقام واستعمال مفهوم لإقامة لإقصاء هذا الشريحة كثيرة كثيرة وعارضة من السلاليات والسلاليين نحنا في الهيئة نرهن على الهيئات النيابية وكما قلت فأنا كنائب أراضي الجمع لجماعتي مسألة تحين عندي أنني سنعتمد على العنصر الانتماء العنصر الانتساب الانتماء هو الأول نعق ونسلم الله يرحمهم والسن القانوني والثمانتاش العام سنضاف اللوائح وسنسلمهم في أقرب وقت كما قلت لأن ينتظرون الكثير وفي مقدمة هذه صرف التعويضات التي تنتظرها مجموعة السلاليات والسلاليين سواء في منطقتي وكذلك في مختلف جهات المملكة أذكر مرة أخرى للسادة النواب أتمنى أن نبرر إقصاء السلاليات والسلاليين بمفهوم العقامة هذه مسؤولية تاريخية كنواب سنتحمل المسؤولية لأن عملية الآن تجيز السلاليات والسلاليين كان بيدي السادة سيدات النائبات والسادة النواب فلنتحمل مسؤوليتنا كهيئات نيابية وكما قلت نجنب الجماعة السلالية فتنة يعلم الله بعواقبها كما قلت أزيد من 90% غير مقيمة بالمنطقة وبالتالي إقصائها يعني الكثير ويعني الكثير وسيكون لنا موعد إن شاء الله مباشرة بعد تنزيل هذه المذكرة لتقييم هذه الأوضاع ومتابعة عملية تنزيل هذه المذكرة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر